ان تصعيد الميليشيات الاخوانية لخلوقاتها وتماديها السافر في الاعمال العدائية التي تستهدف بدرجة رئيسية اجهاض اتفاق رياض وجهود الاشقاء في التحالف العربي قد وضع قواتنا المسلحة الجنوبية وهي تطبق اقصى درجات ضبط النفس امام خيار واحد وهو بكل تأكيد التعامل برد موجع وتصدي رادع وان زالت هذه الميليشيات في غيها زدناها تنكيلا والقادم انكى وامر وقد اعدر من اندر ان الميليشيات الاخوانية تتعاطى مع مساعي وجهود التحالف العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية بما يخدم ولائها المطلق للمشروع التركي القطري واهدافه في المنطقة العربية التي من ابرزها استدامة الحرب وافشال كل مساعي السلام التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وان قواتنا المسلحة الجنوبية الباسلة في اعلى درجات الاستعداد والجاهزية القتالية العالية والاقتدار العملي الرفيع للتعامل الفوري مع اي عمل عدائي وسحقه مهما كان حجمه ومستواه اشتركوا في القواة